نأتي إلى الحالة الثالثة الحرفان المتقاربان على فكرة يا شباب إضغام المتماثلين وإضغام المتجانسين يدرس في علم التجويد لأنه مجمع عليه مجمع عليه بين القراء ما في حدا من القراء يظهر المتماثلين إن سكن الأول ولا في أحد يظهر ما مر معنا من الصور الثمانية من المتجانسين إلا الكلمات المعدودة اللي هي إركب معنا ويلهث ذلك ولعلّة مذكورة تبهنا كيف لذلك يدرس هذا العلم وين في علم التجويد أما الذي سيأتي معنا الآن اللي هو الحرفان المتقاربان أغلبه يدرس وين في علم القراءة أغلبه يدرس في علم القراءة بيسموه مثلا عندك باب دالي قد باب تائي التأنيث باب لا مهل وبل باب ذال إذن تبهنا كيف؟ هما الحرفان المتقاربان في المخرج والصفات إذا متقاربان في المخرج ومتقاربان بمين؟ والصفات نحو كذا وكذا وكذا خلق نخلقكم هذه قاف مع كاف القاف من مخرج والكاف من مخرج لكن المخرجين إيه؟ متجاوبرين فقاد من طرف اللسان قاد ضل من حافة اللسان طرف اللسان وحافة اللسان مناطق متقاربة أليس كذلك؟ كذبت من طرف اللسان ثمودوا من أطراف الثنائية العليا مع طرف اللسان إذن أيضا مناطق إيه؟ متقاربة إضغام الحرفين المتقاربين نقسمه إلى مجموعتين من حيث الدراسة المجموعة الأولى موضع اتفاق يعني بين القراء والثاني موضع اختلاف المتفق عليه من إضغام الحرفين المتقاربين اللام في الراء نحو قل ربي أو قل ربي ما في أحد أظهرها أبدا بدك تسميها متقاربين بدك تسميها متجانسين سميها اللي بدك يا لكن كل القراء شو يقولوا؟ قل ربي إما تريني ما يعده ما في أحد يقول قل ربي وضح فإما نسميه متجانسين على رأي المبرد والفراء أو نسميه متقاربين مجمع عليه شو نسميه؟ متقاربين متفق عليه أو مجمع عليه وذلك على مذهب الخليل بن أحمد لأنه عندهم من الإضغام الواجب في المتقاربين وضح يا أخواني؟ نعم هذه الحالة الأولى من المتفق عليه اثنين القاف في الكاف من قوله تعالى ألم نخلقكم قاف ساكنة بعدها كاف متحركة القاف من مخرج الكاف من مخرج مجاور نعم فقد اتفق أهل الأداء على إضغام القاف في الكاف منها إذن اتفقوا على الإضغام ما في حدا من القراء قال ألم نخلقكم مما أبدا ما أحد أظهر القاف إذن اتفق أهل الأداء على إضغام القاف في الكاف ثم اختلفوا بعدما اتفقوا على الإضغام اختلفوا فذهب الجمهور منهم إلى جعله إضغاما محضا مستكملة تشديد شو يعني محضا يعني نحول القاف إلى كاف ويكون النطق بكاف وشددة ألم نخلقكم لكم ما بيبقى من القاف أثر وذهب مكي بن أبي طالب وأبو بكر بن مهران إلى الإضغام الناقص إضغام الناقص بيشبه يلي مر معنا عند أحطه وبسطة هداك بيقول أبقينا صفة الإطباق هنا نقول أبقينا صفة لأنه القاف ما فيها إطباق القاف شو فيها استعلاء أليس كذلك جافي عن كاف هكذا ألم نخلق لكم ألم نخلقكم من أقرأ وقرأ ورأي الأول اللي هو الإضغام الكامل ألم نخلقكم من ألم نخلقكم من الآن هناخد مين ابقى صفة الاستعلاء ألم نخلق لق هذه قافها ألم نخلقكم من ألم نخلقكم من مين أسهل الإضغام الكامل هو الأسهل فلذلك أغلب الطرق شو ذكرت ذكرت الإضغام الكامل ابن الجزري رضي الله عنه ورحمه الله جزاه الله عنه خيرا لما جاء ينتقي الطرق ويضعها في النشر لم ينتقي من كتاب مكي بن أبي طالب اللي هو التفسر في القراءة السبعة لم ينتقي منه ولا طريق مع أن فيه رواية حفص ولم ينتقي من فين من كتاب الغاية لأبي بكر أبي المهران أي روايتين عن حفص لذلك كل الطرق المنتقى في النشر وعددها 54 سلسلة من عدة مؤلفات لمؤلفين سبقوا ابن الجزري أو دعاها في النشر كلهم مطبقون على إيه على إضغام القاف في الكاف إضغاما كاملا فقول إمامنا الجزري في الجزرية والخلف بنخلقكم وقع هو يتكلم على الموضوع بشكل عام ما يتكلم عن رواية حفص عن عاصم الموضوع بشكل عام نعم هناك إضغام محض مستكمل التشديد كاف مشددة وهناك إقوى صفة الاستعلام لكن إن أردت أن تكون دقيقا لما بتقرأ برواية حفص سواء من طريق الشاطبية أو من طرق الطيبة ولا طريق منها أعمل إيش؟ أبقى صفة الاستعلام وضح وذهب مكيب بن أبي طالب أبو بكر ابن مهران إلى الإضغام الناقص فيه وذلك بتبقية صفة الاستعلام وهي على رواية حفص من طريقي الشاطبية والطيبة بالإضغام الكامل وعلامته تجريد القافي من السكون مع تشديد الكاف لو فتحتم أي مصحف من مصاحفنا المضبوطة برواية حفص تجدون القاف ليس عليها شيء والكاف شو عليها؟ شدة وضم نعم الحالة الثالثة من المتفق عليه من المتقاربين ويدرس في علم التجويد اللام الشمسية عند ثلاثة عشر حرفا سيأتي بيانها معروفة هذه الأبحاث النون الساكنة والتنوين في حروفه لم يروي يعني هي يرمو نون لكن بدون النون هذه الإضغام فيها من قبيل إيش؟ من قبيل المتقاربين لما منقول مثلا من لدنه ومنقول من لدنه ما علاقة النون باللام؟ علاقة التقارب لما بيقول فمن يعمل ما علاقة النون في الياء؟ علاقة التقارب وضح يا أخواني إذن حروف الإضغام التي نضغمها في النون الساكنة والتنوين ما عدا النون لأنه النون مع النون هذا إيه؟ متماثلين ما عدا هذا حروف إيه؟ فهذا من المتقارب المجمع عليه وضح يا شباب إذن الله يسلمكم كم صورة صاروا من المتفق عليه في المتقاربين أربعة أين تدرس في علم التجويد يبحث أما المختلف في هذا العنوان الآن المختلف فيه من إضغام الحرفين المتقاربين يبحث عنه في علم القراءات وذلك نحو إضغام الدالي في الضاد فقد ضل ومن القراء من يقول إيه فقد ضل بضاد مشددة التأفي كذبت ثمود حفص يظهرها لكن بعض القراء شو بيعمل يضغمها فيقول إيه كذبت ثمود والله أسهل أسهل كذبت ثمود أسهل واو ما بد كلام شوفها لأ وإذ زين لهم الشيطان جربها هي وإذ زين والله سقيلة يا جماعة سقيلة بينما وإذ زين وإذ شوف ما أسهلها ما أحلاها يا ريتو حفص عملها هي كوريحنا بس أنا القراءة مبنية على إيه على التلقي والرواية وما لقياس في القراءة مدخل كما قال إمامنا الشاطبي وحفصا عن عاصم يظهر ذلك كلي أو كلهم طيب الحرفان الحالة الرابعة من الالتقاء الحروف قلنا هي عبارة عن الحرفان المتباعدان يعني لا المخرج متقارب ولا متماثل المخرج ولا هما حرفان المتجنسان حرف من الشرق وحرف من الغرب شو العلاقة بينهم علاقة التباعد معناها لا في إضغام ولا في شيء وضح أخواني هما الحرفان المتباعدان في المخرج والصفات نحو من آمن هذا الأصل إذن الأصل في التقاء الحروف هو الإظهار أيها الإخوة الأصل في التقاء الحروف هو الإظهار أنعمت أن النور مظهرة عم الميم مظهرة علي الياء مظهرة يؤمنون الهمزة الساكنة مع الميم الهمزة من الحلق والميم من الشفتين ما علاقة الهمزة بالميم ما في علاقة علاقة التباعد أليس كذلك؟ إذن التباعد دائما حكمه الإظهار بارك الله فيكم هذا ما يتعلق بالالتقاء الحروف أربع حالات متماسلين متجانسين متقاربين متبعبين طيب الآن بعض التنبيهات علامة الإدغام الكامل في ضبط المصحف هي تجريد الحرف الأول من السكون مع تشديد التالي انظروا إلى كلمة أينما تكونوا يدرككم شايف الكافة الأولى ما عليها شيء الكافة الثانية شو عليها؟ شدة عصوة الواو الأولى شو؟ مجردة الواو الثانية عليها شدة وفتحة اركم معنا أيضا الباء ليس عليها شيء والمين مشددة وقل ربي اللام ليس عليها شيء والراء عليها شدة وفتحة نخلككم القاف ليس عليها شيء والكاف عليها شدة وضمة نعم أسا أسا هذه من اللام الشمسية أسا اللام ليس عليها سكون والسين إيش عليها؟ شدة هذه علامة الضبط الفائدة الثانية علامة الإضغام الناقص في ضبط المصحف هي تجريد الحرف الأول من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي ليش عدم تشديد؟ لأن الأول لم يدخل في الثاني دخولا كاملا لو دخل فيه دخولا كاملا كان هذا شو اسمه؟ أيوة إضغام كامل يحط له شدة لكن طالما أن جزء من الحرف الأول ما زال موجودا لا نضع شدة هذا الضبط نفسه يستعمل في الإخفاء نفس الضبط هذا اللي هو تجريد الحرف الأول من السكون مع عدم تشديد التالي يستعمل في الإضغام الناقص ويستعمل وين؟ في الإخفاء لو فتحته أين المخفاء؟ في المصحف الشريف تجدونها مجرد من السكون والحرف اللي بعدها غير مشدد هذا هو مبحث الحرفاني الملتقية المبحث اللي بعده لهم التعريف ناخد نصف دقيقة هيك يعني راحة في الأماكنة مشان الخلال دماغية تستعيد نشاطها ما في مانع يعني الواحد ياخد نفس عميق وكذا ياخد كمية أكسجين زائدة يطمطمط ما علي شيء مسبوح بالطمطمط بس ست حركات مو أكتر